السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الحروف والنهاردة بإذن الله عندنا حرف جديد ركزوا معايا في الصوت ده تا 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 ركزوا معايا تا 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 الحرف اللي بيدينا الصوت ده هو الحرف ده ده الحرف اللي بيطلع علينا الصوت تا 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 الحرف ده لأشكال مختلفة ممكن يكون كده وممكن يكون كده ده شكل تاني وكمان شوية هنعرف ليه شكله بيتغير بس نركز مع بعض ممكن شكله يكون كده أو كده إذا حطينا علامة الفتحة أعلى الحرف هيبع عندنا طا تا يبقى لو حطت هنا كمان فتحة هيبع عندي طا تا تا طا تا طيب تعالوا نشيل علامة الفتحة وتعالوا نحط كسرة هيبع عندي إيه؟ طي 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 نشيل الكسرة وتعالوا نحط ضمة هيبع عندنا إيه؟ طو 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 يبقى احنا عندنا طا طي طو طا طي طو صحي كده؟ وعرفنا أنه عندنا شكلين من الحرف ده الشكل الأولاني والشكل الثاني هو ده مظبوط كده؟ طيب تعالوا دلوقتي نكتب مع بعض مجموعة من الكلمات فيها الحرف اللي موجود قدامنا هنركز أكتر دلوقتي على الأصوات بتاعة الحرف وبعد كده هنقول اسمه يبقى عندنا هنا ثلاث أصوات عندنا طا مع الفتحة طي مع الكسرة طو مع الضمة تعالوا نشوف أول كلمة معنا هي كلمة طبيب طبيب طا 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 يبقى فتحة هنختار الشكل ده طا 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 يبقى أخدنا فتحة وأخدنا الشكل ده طا طبيب طبيب بي بي طا بي عندي هنا مادة بالياء هنتكلم عنه بعد كده اتكلم اتكلمنا عنده قبل كده في حلقات كتير طبيب 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 الكلمة التانية هي طفل طفل طي 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 يبقى عندي كسرة طي طي وهنختار الشكل ده طفل طفل اختارنا الشكل ده ونختار الكسر طي 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 طف طفل طفل طو طو ونختار الشكل ده طو 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 يور يو طو طو يور طو يور يبقى 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 عندنا اي دلوقتي عندنا طا طبيب طي طي طفل طو طيور طيب طو 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 طار طيب يبقى يبقى احنا دلوقتي شفنا عندنا الشكل ده طو الموجود عندنا هنزل Menge مع الفتحة والكسرة والضمة تعالوا نشوف كلمات ممكن يكون فيها الشكل ده تعالوا نشوف كلمة قيطار قيطار قي 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 طا طا يبقى فتحة طا لكن هنختار الشكل ده هنا المرة دي طيب ليه اخترنا الشكل ده؟ عشان عندنا فيه العصايا دي اللي هتتوصل بالحرف اللي قبلها اللي هي عندنا هنا قي قي طا قي طا قي طا قي طا مد بالألف قي طار قي طار ده حرف بيدينا الصد قي طار طيور قي طار طيب تعالوا نشوف كلمة تانية الكلمة التانية هي وطن وطن و و و و طا 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 اختارنا الشكل ده وطن 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 طيب ناخد بالنا كده عندنا هنا الحرف بتاعنا جيه في وسط الكلمة يعني في وسط الكلمة يعني في قبله حرف وبعده حرف في قبله حرف وفي بعضه حرف جيه مرة بالشكل ده ومرة جيه بالشكل ده هنعرف في نهاية الحلقة ليه شكل الحرف اختلف تعالوا نشوف كلمة تانية هيكون فيها حرف الطا آخر الكلمة تعالوا نشوف كلمة سهلة جدا وهي كلمة قط 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 نفس الحرف ده برضو مرة تانية قي 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 هنعمله حلقة مخصوصة ان شاء الله قي 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 قط قط ناخد بالنا اختارنا برضو نفس الشكل ده عشان يمسك في الحرف اللي قبله قط عندنا هنا الحرف بتاعنا آخر الكلمة يلا نشوف كمان كلمة كلمة ت شرط 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 ش ش ش شر 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 شرط شر أخدنا المرة دي الشكل ده يبقى عندنا الحرف اللي بنتكلم عنه النهاردة جي آخر الكلمة مرة بالشكل ده ومرة بالشكل ده هنعرف في نهاية الحلقة ليه الشكل اختلف الحرف اللي احنا بتتعلمه النهاردة هو حرف الطاء مش هنركز في اسمه اهم حاجة عندنا ان احنا نركز في الاصوات بتاعته طا طي طو عشان نعرف نعرف نقرأ كويس طيب تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي كلمات تانية كتير فيها حرف الطاء طيب تعالوا نشوف دلوقتي كلمة طريق طريق طا 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 هنكتب بقى الكلمات كبيرة هنا يبقى اخترنا الشكل ده وعليه فتح طا 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 طريق طر طريق عندنا هنا مد بلياء طريق طريق طائرة طائرة طا 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 عندنا مد بالألف طا طائرة طائرة طائ طائ طائرة عندنا هنا تاء مربوطة طائرة يبقى اخترنا الشكل ده وعندنا فتح طائرة 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 طاماطم طاماطم عالوا نشوف عندنا هنا في الكلمة دي في حرفين طا 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 ما 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 طا ما طا ما مد بالألف طا ما طي طي طا ما 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 أول الكلمة اخترنا الشكل ده مع فتحة وجيه وسط الكلمة بالشكل ده برضو اللي هو نفس الشكل ده هنتكلم في آخر الحلقة للأشكال بتختلف لكن بسرعة كده اخترنا الشكل ده لأن حرف الألف ما بيتوصلش بالحرف اللي بيجي بعده عشان كده اخترنا الشكل ده عشان يبقى موجود عندنا المساحة الفاضية دي طاولة طاولة طا 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 مادي بالآلف طعام طين طي طين 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 طائر ط خدنا فتحة طائر طويل طا 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 فتحة طا طويل طويل طلاب طو 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 طلا 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 طلاب مترا مترا me ط ط اخترنا الشكل ده متراقه متر مترا قه قه متراقه 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 بطه بطه با بط بطه 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 ناخد بالنا برضو عندنا حرف الطا هنا بيتنطق مرتين بطه 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 عرف الطا وسط الكلمة اخترنا الشكل ده مطبخ مطبخ مط 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 ب مطبخ خ مطبخ مطبخ اخترنا الشكل ده مطار 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 اخترنا برضو الشكل ده في وسط الكلمة مصطرا مصطرا مي بطل 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 ب بطل 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 سطر س سطط سطر سطر باطاطس ب باطاطس 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 بطاطس بطاطس عندنا حرف ط هنا وهنا الاتنين في وسط الكلمة جيه هنا بالشكل ده وجيه هنا بالشكل ده اخترنا هنا الشكل ده ليه؟ عشان الحرف اللي قابله بيتصل بالحرف اللي بيجي بعده لكن هنا الحرف اللي قابله حرف الالف لا يتصل بالحرف اللي بيجي بعده من ناحية الشمال يبقى أنا بختار الشكل ده بناء على الحرف اللي قابله لو الحرف اللي قابله بيتوصل أختار الشكل ده لو الحرف اللي قابله ما بيتوصلش أختار الشكل ده وهنتكلم في ده بالتفصيل آخر الحلقة مطاط مطاط ما مط 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 مطاط 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 برضو عندنا هنا حرف الطا جي مرتين عندنا هنا جي آخر الكلمة اخترنا الشكل ده عشان قبل حرف ما بيتوصلش من ناحية الشمال خيط 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 اخترنا الشكل ده لان جي قبليه حرف بيتوصل من ناحية الشمال خيط حائط حائط حا حا مد بالآلف حا ا حا ا ا ا حائط حائط حرف الطا آخر الكلمة اخترنا الشكل ده عشان قبل حرف ما بيتوصلش من ناحية الشمالة اختبوط اختبوط نشاط 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 نشات 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 حرف الطا آخر الكلمة الشكل ده خليط 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 خلي خليط 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 ومعانا آخر الكلمة هي محيط مو محيط 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 يبقى اللي احنا تعلمنا النهاردة ان حرف الطا لي شكلين بس مالوش اكتر من الشكلين دول حرف الطا اول الكلمة بيجي بالشكل ده زي ما احنا شايفين هو نفس الشكل ده ما عندناش اي اختيار تاني حرف الطا وسط الكلمة بيجي بالشكل ده او بالشكل ده زي ما احنا شايفين حرف الطا وسط الكلمة جي هنا بالشكل ده طيب ليه جي هنا بالشكل ده عشان في قبله حرف بيتوصل بالحرف اللي بيجي بعده اما هنا حرف الطا وسط الكلمة جي بالشكل ده مش متوصل بالحرف اللي قبله ليه لان الحرف اللي قبله ما بيتوصلش بالحرف اللي بيجي بعده من ناحية الشمال يبقى هنا هختار الشكل ده إمتى والشكل ده إمتى هبص على الحرف اللي قبله لو الحرف اللي قبله بيتوصل هختار الشكل ده لو الحرف اللي قبله ما بيتوصلش هختار الشكل ده تعالوا نشوف حرف طاق آخر الكلمة بيجي بالشكل ده أو بالشكل ده نفس الشيء هختار الشكل ده إمتى هبص على الحرف اللي قبله الحرف اللي قبله بيتوصل لا يبقى هختار الشكل ده هبص هنا الحرف اللي قبله بيتوصل يبقى هختار الشكل ده عندنا في اللغة العربية ست حروف ما بيتوصلوش من الناحية الشمال حرف الراء منهم وبإذن الله نعمل حلقة مخصوصة عن الحروف دي يبقى احنا تعلمنا النهاردة ان حرف الطاق اول الكلمة هو الشكل ده بس حرف الطاق وسط الكلمة ممكن يكون ده او ده حرف الطاق اخر الكلمة ممكن يكون ده او ده اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم ونشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته